أعزائي المشاهدين يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة الثامنة والعشرين عالميا من حيث الحجم العسكري وتتنوع ترسانته العسكرية من قوات برية وجوية وبحرية بميزانية تصل إلى نحو 17 مليار دولار سنويا البداية من الجنود إذ يبلغ عددهم ستمائة وخمسة وثلاثين ألفا بينهم مائة وسبعون ألفا في الخدمة واربعمائة وخمسة وستين ألفا في قوات الأحطيات أما عن المركبات العسكرية فتشمل ألفا وستمائة وخمسين دبابة وسبعة ألاف وخمسمائة مدرعة وستمائة وخمسين مدفعا ذاتي الحركة وثلاثمائة مدفع ميداني إضافة إلى مائة راجمة صواريخ أما إذا تحدثنا عن القوة الجوية فتضم خمسمائة وخمس وتسعين طائرة حربية منها المقاتلات أف خمسة وثلاثين وأف ستة عشر وأخرى هجومية إضافة إلى المروحيات منها الهجومية كمروحيات الأباتشي ولدى العسطول الإسرائيلي خمس وستون قطعة بحرية منها خمس غوصات وثمان واربعون سفينة دورية بالإضافة إلى أربعة طراضات كما يمتلك الجيش الإسرائيلي مخزونا كبيرا من الرؤوس الحربية منها صواريخ أريحة الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية بمدى يصل إلى ستة ألاف وخمسمائة كيلومتر ولا ننسى بطاريات القبة الحديدية وهي العمود الفقري للجيش والتي يستخدمها بشكل مكثف في حربه مع حماس لصد الصواريخ إضافة إلى مقلاع داود وصواريخ الباتريوت المصممة لصد الصواريخ الباليستية والجوالة ترجمة نانسي قنقر